السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الخامس لتدائي وأولياء الأمور النهاردة إن شاء الله هنشرح ونطبق على جرامر منهج كونكت بلاس كامل وهتلاقي الملف تقدر تحمله في أول تعليق يونت فايف الوحدة الخامسة أول قاعدة عندي وهي قاعدة بسيطة جداً عندي الفعل like, love, enjoy, hit, don't like, dislike بيجي قبلها فاعل وبعدها الفعل ing يبقى أنت تحفظهم كده like, love, enjoy, hit, don't like, dislike الفعل ing تعال نشوف مثال I like painting أنا أحب الرسم فهنا like جي بعدها الفعل ing they don't like swimming أما مش بيحبهم السباحة فهنا بعد don't like جي الفعل ing question لتكوين السؤال هنجيب do أو does في الأول وبعد كده فاعل وبعد كده like أو enjoy وبعد كده الفعل منضف له ing دو بتيجي طبعاً مع الفاعل الجامع و does بتيجي مع الفاعل المفرد do you enjoy playing tennis yes I do or no I don't does she like playing football هل هي بتحب لعب كرة القدم yes she does or no she doesn't نعم هي بتحب أو لأ هي ما بتحبش القعدة الثانية عندي في الواحدة الخمسة وهي صيغة المقارنة أو التفضيل مع الصفات الطويلة بسيطة جداً عندي أول حاجة الcomparative وهي المقارنة وهي المقارنة بين شيئين أو شخصين أو حيوانين بتتكون من more أو less صفة طويلة than أقولها كده معايا تاني more أو less صفة طويلة than more معناها أكتر less معناها أقل تعال نشوف مثال the countryside is more relaxing than the city الريف بيكون أكتر هدوءاً من المدينة بعد كده عندي السوبرلاتف وهي التفضيل والتفضيل بيكون مقارنة بين أكثر من شيئين أو شخصين أو حيوانين القعدة بتاعته بتتكون من the most أو the least صفة طويلة أولها كده تاني the most the least صفة طويلة the most معناها الأكثر the least معناها الأقل بقولك مثلا the lion is the most dangerous animal الأسب بيكون أخطر حيوان يلا بينا نطبق I don't like not chocolate on my ice cream أنا مش بحب A الشوكولاتة على الأيس كريم but putting has put إحنا عينينا don't like بيجي بعدها الفعل زاد ing فهنختار هنا putting swimming is not popular than tennis هنا عندي زان وديك كده مقارنة وقاعدة المقارنة بتقول more أو less صفة طويلة than فأنا هنا يختاري أما more يأما less more most little least فهنختار هنا more والجملة يكون معناها السباحة بيكون أكثر شعبية من لعبة التنس theater games is the not popular game هنا عندي زاي بأن عايز بعدها إما most أما least فهنا ألعاب الكمبيوتر بيكون أكثر شهرة نختار most unit 6 everything معناها كل شيء everybody كل شخص something شيء ما somebody شخص ما anything أي شيء anybody أي شخص nothing لا شيء nobody لا أحد بنستخدم somebody أو something للتحدث عن أشياء أو أشخاص بشكل عام يعني نتحدث عليهم وبنحددش حد بعينه لا بنتكلم عليهم بشكل عام there is somebody at the door يوجد شخص ما على الباب there is something on the table for you يوجد شيء ما على المندضة من أجلك بنستخدم everything everybody للتحدث عن كل الأشخاص أو كل الأشياء she is polite so everybody likes her everything in this shop is made of food كل شيء في هذا المحل بيكون مصنوع من الخشب بنستخدم nobody nothing للتحدث عن عدم وجود شخص أو شيء بشكل عام I have nothing to eat أنا ما عنديش أي حاجة من أكلها I saw nobody in the library أنا ما شفتش أي حد في المكتبة بنستخدم anybody و anything في النفي والاستفام تعال نشوف مثال Do you have anything in your pack هل أنت بتمتلك أي شيء في حقيبتك No I don't have anything in my pack لأ أنا ما امتلكش أي شيء في حقيبتي فهنا جات في السؤال وهنا جات في النفي Did you see anybody in the classroom هل أنت رأيت أي شخص في الفصل No I didn't see anything in the classroom لأ أنا ما شفتش أي شخص في الفصل بنستخدم حرف الجر to بنجيب بعض الفعل في المصدر ويكون معناه لكي وبنستخدمه عشان نبين الغرض تعال نشوف مثال Why do you go to school لماذا أنت تذهب إلى المدرسة I go to school to learn أنا بذهب إلى المدرسة لكي أتعلم أنا عرفت الغرب بتاعي أن أنا بروح إلى المدرسة لكي There is not at the door It's your cousin Somebody Nobody Something Everybody هتكون Somebody يوجد شخص ما على الباب هو بيكون ابن عمك Is there not You don't do on vacation Something Everybody Anything Nobody اللي بتيجي في السؤال وهي Anything ومعنى السؤال هل كان يوجد أي شيء أنت ما عملتوش في الأجهزة نقاط If this mall is modern Everything Everybody Somebody Nobody Nobody هتكون Everything كل شيء في هذا المول بيكون حديث Unit 7 الواحدة السابعة عندي قاعدة F وبنستخدمها لإعطاء النصيحة تعالى نشوفي التكوينة بتاعتها F مضارع بسيط وبعد كده بنكيب صيغة الأمر وبصيغة الأمر في الإثبات بنبدأ الجملة بفعل في المصدر ولو كان بصيغة النفي هتكون Don't زائد المصدر تعالى نقولها كده تاني مع بعض يبقى F مضارع بسيط صيغة الأمر يلا بينا نشوف مثال If you feel hot In bed Open the window لو أنت بتشعر بالحرارة وانت على السرير افتح الشباك تعالى نشوف مثال تاني If you don't understand your homework لو أنتش فاهم الواجب بتاعك Ask your teacher اسأل المدرس بتاعك عندي قاعدة Should و Shouldn't Should معناها يجب و Shouldn't لا يجب وبنستخدمهم لإعطاء النصيحة ويتعود نفسك أن الجملة بتاعتهم بيكون فاعل Should أو Shouldn't بعد كده الفاعل في المصدر تعالى نحفظها كده مع بعض Should أو Shouldn't مصدر Should أو Shouldn't مصدر You should do some exercise يجب عليك أنك أنت تعمل بعض التمرينات You shouldn't sleep late لا يجب عليك أنك أنت تنام متأخر آخر قاعدة عندنا وهي قاعدة So that بيجي بعدها فاعل وبعد كده Can أو Can't أو Will أو Would وبعد كده الفاعل في المصدر تعالى نقولها تاني كده So that فاعل Can or Can't Will or Won't فاعل في المصدر بنستخدمها بمعنى لكي لإعطاء السبب أو تفسير شيء ما تعالى نشوف كده مثال Eat healthy food So that you can stay healthy كل طعام صحي لكي تظل بصحة جيدة If you don't Sleepy at bedtime Have a shower or path هنا عندي don't بيجي بعدها الفاعل في المصدر فانا اختار هنا feel طبعا ما نتعودين من F بيجي بعدها مضارع بسيط وبعد كده صيغة الأمر Why should we not water early in the day هنا عندي should بيجي وعراها الفاعل في المصدر فانا اختار drink Wear sunglasses نقطة you can protect your eyes هنا عناختار so that لان so that بيجي بعدها فاعل can أو can't will أو won't وبعد كده بيجي ورغم الفاعل في المصدر ترجمة نانسي قنقر